السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم ودائما معكم إن شاء الله في هذه المرحلة وهي مرحلة قاسية جدا وكل بلدان العالم تمر بهذه المرحلة وأصبح الناس لا يطيقون وأصبح الناس يعيشون على أصابهم وهناك توتر وهناك غليان في كل بلدان العالم مع الأسف الشديد ونحن دائما ننبه ونذكر ونحاول أن نأتي بمعلومات ونصائح تنفع الناس في الحلقة السابقة تكلمنا عن الحالة النفسية وهو شيء مهم جدا في هذه المرحلة فانتبهوا ولا تسقطوا في الفخ فربما تكون أشياء مقصودة لا تسقطوا في الفخ لأننا انتقلنا من مرحلة الخوف لاحظوا جيدنا انتقلنا من مرحلة الخوف الخوف والهلع والفزع وعشنا يعني مرحلة قاسية انتقلنا من مرحلة الخوف من الجائحة إلى مرحلة التوتر مرحلة التضييق انتقلنا من مرحلة الجائحة الخوف إلى مرحلة التضييق التوتر والحال النفسي دائما ولذلك أصبح الناس لا يطيقون فمن الخوف والهلع من الخوف والهلع والفزع إلى التوتر فربما هناك أمراض ستتفاقم وهناك أمراض ستظهر وهناك أمراض ستزداد ولذلك لا تسقطوا في الفخ الذين لديهم سكري والذين لديهم أمراض القلب والشرين والذين لديهم ارتفاع الضغط والذين لديهم خلال هرموني مثل النساء والنساء المرضيعات وكذلك الأشخاص الذين لديهم سرطان وهم تحت العلاج والذين لديهم أمراض مناعية ذاتية فانتبهوا ولا تسقطوا في الفخ ربما تكون أشياء مقصودة ربما تكون أشياء مقصودة لأننا انتقلنا من الخوف يعني إلى التوتر ودائما الحالة النفسية وهذه أشياء تكلمنا عنها من قبل أخبرناكم بهذه الأشياء من قبل لأن العالم يتجه إلى المجهول وبأن لا أحد يعلم شيئا عن هذا الأمر لا أحد ولا زال لغز لا أحد يعلم شيئا فعلى الأقل يعني أن لا يسقط أن لا يكون الناس يعني ضحايا لبعض الأشياء فنحن كمسلمين لا نقلق ولا نتجر ولا نقنط ولا نحزن ولدينا أشياء نطمئن بها نحن نطمئن بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هو شيء مهم جدا فهذه الحالة التوتر حالة نفسية يعني ستولد أمراض لماذا؟ لأن لما يكون شخص متوتر قلق ضجر وخوف وفي نفس الوقت خوف وهلع وتوتر هذه حالة قصوى هذه حالة قصوى يعني ستخرج سرطانات ستخرج أمراض منعية ذاتية ستحدث أشياء خطيرة عند الطفل حالة نفسية الجهاز العصبي عند الطفل ربما يصاب بخلر عصبي فانتبهوا جيدا فلما يكون شخص متوتر وضجر وقلق وخائف وسترس فالجسم يحاول ما أمكن أن يفرز بعض المركبات ليعيد الفايزولوجيا إلى طبيعتها فالجسم هذه الإبينيفرينات فالجسم ينتج كورتيزول لما يكون سترس لما يكون ألم لما يكون أشياء لما يكون قلق بالعكس ينتج أذرينالين والأذرينالين يعني هرمون خطير مخرب ويخرب الأنسولين هذا الأذرينالين ويتقاطع مع الهرمونات الأخرى مثل الغدة الدرقية ومثل هرمون الحليب وليس أذرينالين فقط لأن الجسم كله فيزيولوجيا الجسم تتغير مع القلق حتى القولون يعني يجمع ينقبض فانتبهوا جيدا انتبهوا جيدا للحالة النفسية ونحن كما قلت كمسلمين فنحن نطمئن بذكر الله فلماذا نقنط؟ لماذا نحزن؟ ونحن نؤمن بالقدر ولا شيء يسبق القدر ولا شيء فوق أمر الله سبحانه وتعالى وهناك تجربة لما اشتد الخطب واشتد الحزن بالمسلمين بالصحابة رضي الله عنهم وكانوا في غزوة هزموا ووقع ما ووقع وهناك شيء عجيب جدا في هذه الآية لأنه هو علاج التوتر علاج القلق علاج الضجر علاج هذه الأفكار السوداء هو النوم النوم لوقت قصير لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آله عمران ثم أنزل عليهم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منهم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا شيء من الأمر ما قتلناها هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم نحن لا نسبق القدر ولا شيء يسبق القدر ولاحظوا في هذه الآية لم ينتبه لها علماء السيكولوجيا ثم أنزل عليهم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة حتى أن الصحابة ناموا ناموا نوم خفيف وقليل جدا لما تكون مضطرب وآصابك متوترة أو تكون ضجر أو خائف أمر مهموم فحاول أن تنام خمس دقائق حاول أن تستلقي خمس دقائق لماذا؟ لأن في حالة القلق تعلمون أن الأدرينالين يطلع إلى جهاز العصري يعني يصعد فإذا ما توتر الشخص لكي لا يتصرف تصرف خطير فيجب أن يجلس إذا كان واقف أن يجلس وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس وإذا كان جالسا أن يستلقي لماذا؟ لكي يخفف من سرعة الدورة الدموية صبيب الدم لكي لا يصل إلى الجهاز العصبي ثم يعني يقرر الجهاز العصبي والذي يقرر والذي يدفعه إلى جريمة إذا كان واقف يجلس إذا كان جالس يستلقي وأن يشرب ماء أن يشرب ماء في هذه الفاديمات لأن هذا الماء سيرمي بهذه الأشياء يعني عبر الكيلية مع البول شرف الله وقدركم أن يشرب ماء أن يشرب ماء فهذه هي الأشياء التي يعني أن يخفف من حدة الدورة الدموية أن يجلس أو أن يستلقي إذا كان جالس وأن يشرب ماء وأن ينام إذا أمكان ثم في هذه الحالة ممنوع الأكل مسموح بالماء فقط لأن الأكل في هذه الحالة سيخرب الجهاز الهضمي سيخرب الجهاز الهضمي القول يعني القولون منقبض لما يكون شخص قلق يكون القولون مجموع يعني القولون هو مثل يعني يطلق ويجمع فيعني أن يحاول الناس ما أمكان على الحالة النفسية والذين لديهم أمراض لديهم أمراض ربما تكون خائفين من أي شيء لا يقع أو تتوهم أشياء هناك أطفال صفار هناك يعني أنفس ضعيفة هناك نساء يعني حوامل هناك يعني أشخاص لديهم سرطان وهم تحت العلاج هناك أشياء كثيرة فربما علي نحن نرى هذا المشروع وهو مشروع في آخره هذا اللغز لايفا محدد لكن هنا نراحظ أنه مشروع كل العالم الآن يجمع على أنه مشروع وهو مشروع إلى أين يتجل لا ندري لا أحد يقدر يعني لا التكهون ولا التنبؤ بما سيقع لا ندري الذين أعلموا أن العالم يتجي إلى المجهول لا ندري ماذا سيقع لأن الأحداث لاحظتم منذ سنتين وإنفس الأشياء لا ندري ما سيقع يعني في شهر 12 شهر واحد لا ندري لا أحد يدري لكن يجب ألا نفكر في أشياء هي ربما لا تقع وهي غير موجودة لا نتوهم أشياء الحالة النفسية مهمة جدا فلا تسقطوا في هذا الفخر حالة نفسية جدا لأنه ربما تكون مقصودة ربما يريدون من الناس أن يملوا الحياة وهذا هو أخطر شيء ليست الجائحة ولا اللقاح ولا أبدا الحالة النفسية لما الشخص يعني يكره الحياة ويجب أن لا نصل إلى هذا الحد أن نكره الحياة نحن لا نكره الحياة نحن الحمد لله مسلمون وأن نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونؤمن بالقدر ويعني لا يؤمن أن نكره الحياة لا يؤمن وإلا فيكون قلة إيمان كأن قلة الإيمان هي التي تجعل الناس يعني يكرهون الحياة وهي التي تؤدي إلى الانتحارات ونحن نعلم أن الانتحار يحرم في ديننا لا يجوز الانتحار لأننا نقبل هذا القدر ونؤمن بالقدر والحال النفسي ينتبه جيدا حال النفسي لأن في حالة قلق أو خوف أو فزع ممنوع الأكل أن تشرب ماء وحاولوا أن تشرب ماء على حرارة جيدة ليس ماء بارد من التلاجة ليس ماء بارد من التلاجة مرتين أن تشرب ماء ذافي أو حرارة عادية 22 درجة 25 27 حتى 30 درجة جيدة أن تشرب ماء بكثرة لأن الماء مهم جدا في حالة التوتر فيزيولوجيا كل الأطباء يجمعون على هذا الأمر الماء مهم جدا في حالة التوتر لأن مشكل أدرينالين ومشكل أنسلين في أن تنتبهوا لهذه الحالة النفسية وسنبقى معكم إن شاء الله على الأقل لنستأنس ببعضنا ولنخفف عن بعضنا لماذا؟ سنبقى معكم إن شاء الله وهناك معلومات نحن لا نريد أن نخوض في هذا الأمر لكن نريد أن ننفع عن ناس فقط ما يهمنا هو صحة الناس أن ننفع عن ناس فقط إن شاء الله ودائما أن الله هو صاحب الأمر ليس هناك شخص يكون يقدر على العالم أو الله هو صاحب الأمر وكل شيء بمشيئته يعني ومتى شاءنا إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفلة تحية طيبة لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته